أهلا بكم مشاهدتنا ومشاهدينا في الجزء الثاني من برنامج الأسبوع الاقتصادي منذ ثلاث سنوات والمفاوضات جارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أجل إبرام معاهدة للتبادل الحر معاهدة تهدف إلى فتح السوق الأمريكية أمام الشركات الأوروبية والسوق الأوروبية أمام الشركات الأمريكية بالنسبة إلى المفاوضية الأوروبية هذه الاتفاقية ستسمح بإنعاش النمو الاقتصادي وخلق المزيد من الوظائف عالية الجودة كما ستساعد الشركة الأوروبية على تحسين تنافسيتها في الخارج وستشجعها على الابتكار ولكن معارضي المعاهدة يعتبرون أن المفاوضات غير شفافة وتجري لصالح الشركة الكبرى على حساب حقوق المستهلكين ومعايير السلامة والبيئة هم الذي نعرفه اليوم عن الموضوع نتابع معا التقريرات الثالي بعد ثلاث سنوات من المفاوضات السرية المحادثات حول اتفاقية التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تصل إلى طريق مزدود في الثاني من مايو أيار سربت منظمة جرين بيس وثائق من مفاوضات الشهر الماضي خسب المنظمة المعاهدة قد تقلص المعايير الأوروبية في مجال البيئة وقد تزيد من قوة الشركات العالمية الكبرى وانتهاكها لحقوق المستهلكين والعمال من الواضح أن الأمريكيين لديهم نظرة مختلفة بالكامل لحماية البيئة والمستهلكين المفاوضون الأوروبيون يؤكدون أن الوتائق المسربة لا تمثل موقفهم ولن تكون واردة ضمن النص النهائي للمعاهدة بصراحة بعض النقاط التي أشارت عليها جرين بيس استناداً على هذه الوثيقة الخاطئة بعد هذه التسريبات أعرب الرئيس الفرنسي عن رفضه للنص في صيغته الحالية في هذه المرحلة فرنسا تقول لا للمفاوضات التجارية في صيغتها الحالية المفاوضات حول المعاهدة بدأت في العام 2013 بين باراك أوباما والقادات الأوروبيين ولتدخل حيث التنفيذ يجب أن تحصل المعاهدة على توقيع الكونغرس الأمريكي وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولكن ما زالت هناك نقاط خلافية عدة حول الأمن الغدائي وحقوق المستثمرين الأجانب وغيرها مؤيد الاتفاقية يقولون إنها ستسمح في خلق الوظائف ودعم نمو الاقتصادي من خلال تسهيل المبادلات التجارية ولكن في الشرع الأوروبي والأمريكي المعاهدة تلاقي معارضة كبيرة المعارضون يشيرون إلى أن المفاوضات غير شفافة ويخشون تدعياتها على المستهلكين والعمال من جانبي الأطلسي ولمناقشة هذا الموضوح أرحب من جديد بضيوفي في الستوديو معنا دائما كاميلا الساري خبير في الاقتصاد الدولي أهلا بك أيضا حسن عباد مدير قسم الإدارة والتمويل في الجامعة الأوروبية للإدارة الغاريس أهلا ومحمد الألف الخبير في الاقتصاد السياسي أهلا بك كذلك وأبدأ الآن معك كاميلا الساري قبل أن نناقش هذه المعاهدة المضمون الممكن المعاهدة على سؤال حول تأثير التبادلات الحرة إنشاء منطقة للتبادل الحرة على الاقتصاد هذا وارد منذ سنوات في جميع كتب الاقتصاد وما هي التدعيات المبدئية لمثل هذا الاتفاق لتسهيل التبادلات الحرة بين منطقتين في العالم نعم منذ ريكاردو هو الذي اقترح الأول خبير اقتصادي بريطاني خبير اقتصادي بريطاني في القرن الثامن والتاسع عشر كان اقترح وبعده هناك مدرسة كبرى حول فوائد التبادل الحرة ما تقول هذه النظرية والنظرية التي تبعتها وهو أنه ما أنتجه أنا بشكل يعني بتكلفة كبيرة يمكن أن أستورده أو صدر ما أنتجه بشكل مقلس يعني التكامل بين الدول التكامل بين الدول هذا وعطى بعد الامتلاه هذا كان وارد في هذاك الآن نحن في صدد يعني اقتصادية جد معقدة هناك دعم للحكومات هناك كذلك معايير تصنيفات وهذا هو المشكلة الأساسي المطروح حاليا حول التصنيفات يعني وحول المعايير معايير صحية المواد الأمريكية وسنتكلم على ذلك هي لا تحترم بعض المعايير نعود بعدها للحديث عن ذلك ولكن من ناحية النظرية نعم من ناحية النظرية هناك يعني مثالية وكذلك هذه النظريات تحولت من منظور يعني منظور ريكاردي التي لا يتكلم على الليبرالية إلى الآن استحوذت عليه كل المدارس الليبرالية المطلقة هذه المدارس يعني هي التي تهيمن على أفكار صدق الدولي على أفكار البكاء الدولي وكل المنظمات لماذا؟ لأنهم يطلبون من كل الدول نزع كل ما هي حوافز كل الحمايات هناك نظريات أخرى كانت تدافع في السبعينيات وقبل ذلك عن حماية في بعض الحالات لبعض الصناعات التي تتطور نعم هناك يعني بعض النظريات التي بيّنت أن هذه الفوائد ما يسمى بالتبادل الحر هو يمكن أن يكون مفيداً لاقتصاديات مهيكلة واقتصادية عندها ما يسمى بتخفيف من التكلفة لما يكون هناك شركات في الصين أو في الولايات المتحدة شركات كبرى فإنتاجها يكون بتكلفة أصغر من شركات تنتج السيارات في الجزائر أو في البغرب إلى آخره وهنا تقع ما يسمى بيعني الأقوى هو الذي يربح والذي والآخر يخسر لذلك هناك تراجع على هذه الأفكار على هذه النظرية لكي يكون بعض الحواجز نعود بعد هنا والصايدية الكبرى تدافع على الفكر الليبرالي ودافعت عليه في القات وفي منظمة التجارة العالمية ولكن في الدول الإفريقية مثلاً ليس من مصلحة فتح الحدود سنعود بعد هنا لحديث عن واقع هذه المعادة ولكن أنتقل الآن إليك حسن عبد المفوضي الأوروبية على موقعها على الإنترنت تقول أن هذه المعادة ستدعم النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي نعرف أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى هذا النمو سيدعم الصادرات الأوروبية سيشجع شركة الأمريكية على الاستثمار في أوروبا كيف تنظر إلى هذه الأمور؟ هل فعلاً ممكن أن يتم ذلك؟ بحقيقة الأمر أن هذه المعادة بالفعل سوف تؤدي إلى زيادة التوظيف وسوف تؤدي إلى زيادة في عمليات النمو الاقتصادي في أوروبا وذلك جلي جداً من خلال الاستثمارات الأمريكية في أوروبا وهذا يحصل حالياً أو من خلال شراء مؤسسات في أوروبا على شفير الفلاس أو من خلال فتح فليال فروع لشركات أمريكية في أوروبا هذا الموضوع سيؤدي إلى الازدهار المزيد من ذلك لأن هذا يحدث حالياً يحدث حالياً فأمليات الاتفاق التافتة سوف يؤدي إلى زيادة الأكسلارات نذكر أن التافتة هو الإسم الآخر لمعاهدة التبادل للسحر الأمريكية الأوروبية أما المعارضة فهي معارضة من نوعين معارضة اقتصادية للشركات المتوسطة وصغيرة الحجم ومعارضة عقائدية فلسفية أو يمكن أن نسميها كولتورال ثقافية بالنسبة إليك معارضة ثقافية لبعض المجتمع الأوروبي والأمريكية أيضاً هناك معارضة كبيرة في داخل الولايات المتحدة نتكلم عن أوروبا صحيح لبعض المجتمعات الأوروبية التي ترفض المحافظة التي ترفض الاختلاط بالآخر من خلال الخوف من استلاء الآخر عليه تبادلات جارية حالياً ما سيجري ربما ضمن هذه المعادة هو الفتح السوق بطريقة أكبر لشركات الأمريكية من جو الأوروبية وهذا خوف من بعض المجتمعات من تسلط المجتمعات الأخرى عليها وتسلط الفكر الآخر عليها وهذا أمر للحفاظ على الهوية مفهوم من بعض المجتمعات محمد الألفي بعد أحداث هذا الأسبوع رأينا تسريبات جرين بيس موقف فرنسا رئيس رزراء رئيس الجمهورية ضد ما يجري حالياً في المحادثات هل أصبح اعتماد هذه المعاهدة قبل نهاية العام كما يدعو إليها بارك أوباما أمر مستبعد هو ربما يكون مستبعداً لكن القضية لا تكمن في اعتمادها من عدمه القضية تكمن في ماذا ستستفيد من سيستفيد بالرئيس من سيستفيد ومن سيدفع السمن على سبيل المثال هذه المعاهدة أو الاتفاقية ستكون اتفاقية بين طرفين فقط وهم المانيا والولايات المتحدة من يتفاوض فقط لتذكير من يتفاوض هي المفوضية الأوروبية باسم جميع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنا أفهم هذا ولكن من يستفيد ستستفيد المانيا هي الكتلة الكبرى والولايات المتحدة وهذا ما ترفضه فرنسا لأنه أنت عندك معظم الدول لا تستطيع المنافسة أو فتح أسواقها بل بالعكس هتبع أصبحت مسألة ابتلاع أمريكا في أزمة وتريد أن تخرج لابتلاع أسواق أخرى وبالتالي ستؤثر على اقتصاديات والمسألة ليست أيدولوجية أو المسألة تكمن في الخسائر التي تستكبدها فرنسا ترفض لأسباب أنه نموذج الصين ألمانيا هو النموذج اللي بيضرب به المسألة دلوقتي وعلى سبيل المثال هيصبح نموذج أمريكا ألمانيا هو النموذج اللي يضرب به المسألة على مستوى الاتحاد الأوروبي فرنسا الآن لا تستطيع أن تفتح أسواقها للإغراق من أسواق أخرى بهذا الشكل وبالتالي هي تعاني من انكماش وكساد وعدم وعدل نمو نمو بطيء لنسنا حاليا لا في حالة كساد نعم خلين نقول لحضرتك نقطة أنا كنت أتفهم لو أنه كان اللولايات المتحدة بتتفاوت ككتلة أمام كتلة الاتحاد الأوروبي أنه أنا أتفهم أنه اللولايات المتحدة كقوة عظمى وتمارس الهيمنة على هذا العالم أو تديره بشكل أو بآخر كنت أتفهم أنها تطمئن عمليا أو مؤسساتها المالية تطمئن لاتحاد الأوروبي ومؤسساتها عمليا بأنه في خلال مثلا من اليوم من دي وان وحتى ثلاث أو أربع سنوات ستقوم المؤسسات المالية الأمريكية باستثمار مثلا أربعة تريليون أو ثلاثة تريليون في مؤسسات داخل الاتحاد الأوروبي وعلى هذا نقدر لون الأمور مشجعة أما مسألة كمان مسألة الجودة ومسألة المعايير الجودة إذا فتحت هذه ستكون وبالا على أوروبا بشكل كبير لأنه المؤسسات الأمريكية لا تراعي الجودة وإحنا شايفين حرب الصراع بينهم وبين اليابان في مسألة المعايير بينهم وبين الصين بينهم وبين ألمانيا وبالتالي سيفرضوا هذا الوضع على الأرض بالقوة السياسية الأمريكية وبالقوة العسكرية الأمريكية العرض للواقع للأسف عسكرية مستبعد لا بقواتهم بحجم قواتهم أقصد طبعا مش عسكرية هيدربوا أوروبا يعني لن نعود إلى حرب بسبب تجارة كميل الساري نتحدث عن نقاط الخلاف المفاوضات حاليا كما يقول بعض غير شفافة لا نعرف فعليا حتى فرنسا فوجئت وألمانيا فوجئت بما أوردته جرين بيس يعني يقال أن هذه المحادثات غير شفافة بما يكفي وكيف يمكن أن نحدد ما هي نقاط الخلاف وما هي نقاط التي قد تخيف ضمن هذه المعادة كيف نعرفها إن كانت المفاوضات غير شفافة هو التسريبات يعني مفتعلة وبعض الجهات تود يعني ربما فرنسيا تود أن يكون لا يكون هناك اتفاق على الأقل قبل الانتخابات الرئاسية لأن مجمع المنظمات اليسارية تعارض هذا الاتفاق وفروس وولون سيكون عنده مشكل كبير فربما ستؤجل إلى ما بعد بعض الأرقام وأجيب على السؤال بالضبط يعني الفلاحة الأوروبية ستخسر 0.8% من الناتج الإجمالي المحلي الولايات المتحدة ستربح 1.9% وتربح 4 مليارات ما مصدر هذه الأرقام؟ من أين صدرت؟ هذه أرقام جرين بيس وهي متدولة في ويقال أنهم حصلوا على كل المعلومات وربما أعطيت لهم لكن جرين بيس أعلنت أرقام لم تعلن أرقام جرين بيس أعلن عملية الاتفاق ولم تعلن تحليل عندي هذه الأرقام هي في أنترنت ولماذا؟ لأن أوروبا وهذا كان تحت لبيهات لبيهات الإيكولوجيا في فرنسا وفي كل أوروبا أوروبا ترفض ما يسمى بأوجيام الكائنات المعدلة وراثيا أي أن هذه مثلا في عديد من المواد الفلاحية القمح وحتى ما يسمى بمشتقات أخرى يعني لزوجيام أو الكائنات المعدلة وراثيا قد تدخل السوق الأوروبية هي موجودة حالياً؟ هي موجودة في أوروبا وهي عندها إنتاجة كبيرة لأنها تحارب كل ما هو حشرات وكل ما هو يعني مسمم المعايير السلامة ومعايير الصحة هي ليست بالكبيرة في الولايات المتحدة وهناك كذلك ما يسمى ببيسيسيد المبيدات الحشرية هي جد مكتفة وجد مستعملة في الولايات المتحدة عكس أوروبا مستعملة أيضاً في أوروبا هناك الكثير من الأمرات في أوروبا نتيجة هذه المبيدات نعم ومعنى أن الإنتاج في الولايات المتحدة والجوهري في كل هذا لماذا هذه الأرقام؟ وهي أنا أظن أنها صحيحة وربما أكثر من صحيحة لماذا؟ لأن الإنتاجية وكل هذه الوسائل التي يعني تبكد الشركات الكبرى الأمريكية من الحصول على أسعار جد بخصة لنأخذ القطب الكبير الأمريكي وأبخذ ثمان من القطب في المالي وهذه الدراسة تقول وكل الأوساط متفقين على أن التربية المواشية لا البقر ولا الخنزير ستعرف ربما انهيار كبير في فرنسا هذه توقعات لأن الإنتاجية لأن كل ما يزور الولايات المتحدة يرى بعينيه أن كل المواد الفلاحية والمواد كذلك الماشية واللحوم هي جد منهارة في الولايات المتحدة أسعار منخفضة بالنسبة لك أسعار منخفضة وستسحق نعم حسن عبد في فرنسا في أوروبا لو أخذنا أوروبا هنا يجب الموافقة من 28 دولة أوروبية على هذا الاتفاق إذا ما تم الاتفاق من 28 ولكن تفاوض حاليا يتم من قبل الاتحاد الأوروبي يعني كل دولة فوضت الاتحاد الأوروبي بالتفاوض وإذا ما تم الاتفاق على كل دولة أن توافق ثم يعود الاتفاق إلى البرلمان الأوروبي ويصدق عليه البرلمان الأوروبي فإذا ما أخذت رقم أنا مثلا ولو سلمنا جدلا بأن الفلاح الأوروبية سوف تخسر 0.8% فأي فلاحة من أوروبا أي دولة التي ستخسر وأي دولة التي ستربح فالدولة التي ستربح في هذا الموضوع سوف تقول نعم والدولة التي سوف تخسر سوف تقول لا لهذا الاتفاق أما لو أن المشكلة ليست في أهل أقوم بالاتفاق كما قال ريكاردو وتذكر تفضل العلاقات الدولية الاقتصادية التجارية هي دائما علاقات ناجحة لكل الطرفين هذا المبدأ ولكن في أوروبا المشكلة أنه ليس هناك هكالية أوروبية اقتصادية واحدة يمكن أن ندافع عنها من المشاكل المسألة الخلافية في هذا الموضوع هي عملية تحويل يعني لو قرأنا التقارير هي عملية الزهاب في خصخصة القطاعات الأوروبية قطاعات العامة في أوروبا وقطاعات الصحة وما إلى ذلك وهذا ما تعارضه هذا ما ذكرته عندما قلت الثقافة الاقتصادية الأوروبية هذا ما تعارضه الفئات الشعبية وبعض المؤسسات الأوروبية بعملية الخصخصة التي ترفض عملية الخصخصة ونحن نعلم أن بريطانيا هي أم الخصخصة بما تبعتها أمريكا إلى آخره من المشاكل أيضا هي عملية خصخصة التعليم فلو أخذت فرنسا فرنسا يعني منذ نعومة أظافره الطفل حتى يتخرج في الجامعة يمكن أن يقوم بتعليمه ضمن القطاع الرسمي ضمن القطاع العام أما هذه الاتفاقية فسوف تقول له اذهب إلى القطاع الخاص واضفع قسطك فهذه هي الثقافة الأوروبية التي ترفض سيطرة الثقافة الأمريكية من خلال هذا الاتفاق الاتفاق هو عملية سيطرة أو سطو ثقافة أمريكية اقتصادية على الثقافة الاقتصادية الأوروبية بكل بساطة وهذا ما ترفضه أوروبا ما يمكن أن يكون هناك بواشر إنجاح هذا الاتفاق وهو فرض بعض الاستثنائيات فرنسا حصلت على الاستثناء في القطاع السينما ثقافة في منظمة التجارة العالمية وتفوق أمريكي في هذا الميدان هناك حق لفرنسا لدعم هذا القطاع هل يمكن الحصول على استثناء لقطاع الصحة لقطاع التربية قطاعات فرنسا معروفة فيها؟ من الصعب هذا هو المشكل الأساسي وصحيح ما قلتها أستاذ أن بطبيعة الحال كل البلدان يعني 28 دولة عندها مصالح متفرقة خال على كل دولة أن تتفاوض لوحدها مع الولايات المتحدة ليس لها القبل للتفاوض وليس من الممكن لأن الاتحاد الأوروبي ويناقش عبر بعض الآليات ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق البروبانات وافتفاق الحقوبات وهذا شيء آخر يعني العديد متشائم من أن يكون هناك كذلك مشكلة غسل جوتت بالكلور فهذا مسموح له أو بالمواد ليس عندما تحدث عن الحيوانات موضوع آخر مواضيع عديدة سنتحدث عنها ربما عندما نعرف المزيد عن هذه المعاهدة إن تمت أم لا ولكن ما نتحدث عن تبادلات الحرة وتجارة الحرة محمد الألفي يعني رأينا أيضا أن في العالم العربي أيضا هناك عديد من انتفاقيات التبادل الحر ولكن أقل ما تحدث هذه التبادلات بين الدول العربية تحدث في معظم الأحيان مثلا بين الاتحاد الأوروبي ودولة ما يعني هل هذا يضعف التجارة ضمن بلدان العربية أن الدول العربية لا تتفاوض كجزء موحد كما يتفاوض الاتحاد الأوروبي البلدان العربية للأسف يعني خلينا أقول حريطيك أن فكرة الاتحاد الاقتصادي فكرة طرحت في الجامعة العربية عام 1964 يعني قبل الاتحاد الأوروبي بمرحلة كبيرة ولكن دائما الخلافات الدول العربية دائما الخلافات السياسية هي لا يعرفون أنهم يجب أن يتعاونوا على الأقل اقتصاديا حتى لو كانوا مختلفين سياسيا أو في الفكر الديولوجي لدولة أو أخرى لكن للأسف القرار السياسي أو القرار السيادي السياسي بيسيطر على تحرك القطاع الاقتصادي وبالتالي لا توجد رؤية عربية موحدة اقتصاديا حتى يعرفون مصلحتهم ده مش موجود إن كانت يوماً ما رؤية هل يمكن أن تستفيد من هذه الدول؟ من الممكن أن تستفيد من الممكن أن تستفيد لكن عليهم أولاً أن يحددوا يعني سعر صرف للعملات مقابل للعملات حتى يستفيدوا إلا مش معقول أنهم يتعاملوا بعملات دول أخرى بعملاتهم المحلية حتى يخففوا العبء والضغط على اقتصادياتهم يعني يحددوا سعر صرف للعملات المحلية لكل دولة عربية وبالتالي يسهل التبادل التجاري مش معقول أنهم الهدف من الصادرات أنك تخفيف اعتمادك على نقض أجنبي وبالتالي تخفيف العبء على الموازنة الخاصة المحلية بتاعتك فإذا كنت أنت النهاردة هتتعامل بالدولار أو اليوروما بين الدول وبعضها فده كمان هيزود العبء تحدث عن العملات هناك أيضاً مسألة أخرى حسن عبد يعني ما نراه بهذه المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر بعدما كنا في السنوات الماضية في فترة تأتي فيها التبادلات على صعيد منظمة التجارة العالمية وليس بين كل دولة ودولة أخرى يعني عندما تكون منظمة التجارة العالمية تقوم بدراسة الوضع العالمي وتضع قواعد لعبة للعالم بشكل عام أما عندما يكون هناك طرفان وهزان الطرفان بحاجة لاتفاقية معينة فيقوم هذا الطرفان بالاتفاقية كما بين أمريكا والصين كما بين أمريكا والولايات المتحدة هل فشل دور منظمة التجارة العالمية في هذا المجال في إحداث اتفاقية على الصعيد العالمي نرى المزيد من الاتفاقيات الثنائية الآن يمكن القول أن دور منظمة التجارة العالمية قد استهلك وليس لقد فشل فقد عمل ما عليه واليوم هناك أقطاب عالمية من الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي هذه الأقطاب العالمية لم تعد منظمة التجارة العالمية باستطاعتها يعني وجود قواسم مشتركة لفرض هذه الاتفاقيات فتقوم هذه الأقطاب بالاتفاق فيما بينها بناء على قوتها يعني طبعا قوتها الاقتصادية والجيوسياسية الكلمة الأخيرة لك كاميلة ساري باختصار شديد يعني حول تحول هذا الدور التجاري لمنظمة التجارة العالمية ودور الجديد للاتفاقيات التبادل الحرب هناك يعني صعوبات كبيرة لتحقيق إجماع وسط منظمة التجارة العالمية هناك مشكل ورأينا أن الصين تتفاوض مع الولايات المتحدة هناك صعوبات من الناحية الشكلية من ناحية حتى الهينت تدخل في بعض الاقتراحات إجمالا هناك صعوبات ولكن من السهل أن يكون هناك يعني علاقات تنائية وهذا يفصل ما يحدث اليوم ورأيناها ولكن حداري للدول العربية أن تأخذ بعض الاعتبار كل يعني تبعات هذه العلاقات على سوق الشغل وعلى الشركات المحلية رأينا كيف تركيا والصيني شكرا جزيلا لك كميل أساري انتهى الوقت حسن عبيد عشر ثواني عشر ثواني يعني الأأسف عندما نتكلم عن الدول العربية أنا أتكلم عن الاتحاد الأوروبي أما الدول العربية يمكن في وقتنا الحالي للأسف 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 هو مصطلح غير موجود شكرا حسن عبيد شكرا محمد الألف للمشاركة معنا في هذه الحلقة من برنامج لسؤال الاقتصادي شكرا كميل أساري ترقبوا حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوع المقبل وطبعا شكر خاص لفريق الإنتاج وكيندا محمود في غرفة الإخراج إلى اللقاء مراقبون خط مفتوح تانجي مراقبنا واحد من ألاف الشباب الأفارقة الذين قصدوا الهند لمتابعة الدراسة لكن طيب الإقامة يعكره تعرضهم لاعتداءات عنصرية أو وقوعهم في الشراك الاحتهال من قبل جامعات مشموهة تحقيق من بنجلور في قلب الهند المسكونة بالعنصرية ضد الأفارقة مراقبون خط مفتوح على فرانس 24 وفرانس24.com فرانس منكاتر التاريخ يكتب أمام أعينكم